أهم اللي بقول لك أليه ان شاء الله خير حراماً جمعاً هو أنت كنت بتصلي معانا يا عمو أنوس ما شفتكش ما شفتنيش إزاي طبعاً يا شيخ فرم طبعاً مش هتشوفني عشان ما أنت بتصلي بتبقى هيمان في الصلاة مش دريان بالدنيا ده كتر إيمان ده ده من حسن ظنك عمو أنوس خسرتك في دروس الجامعة لازمتها إيه بجد دي؟ استغفر الله العظيم لازمتها إزاي بس عمو أنوس أنا بشرح للناس وفهامهم دينهم هنا؟ ده مش مكانك جاشخ فاروق هو في أحسن من بيت ربنا؟ يا سيدي ما قلناش حاجة بس جوابني أنا بتعلم منك يعني الناس اللي بتيجي الجامعة هنا بتيجي عشان إيه؟ عشان تصلي يعني خلاص بقوا في الطريق الأمان بدأوا يعرفوا دينهم حتى لو عندهم زنوبة هتبقى زنوبة على قدهم محتاجين شيوخة على قدهم لكن فيه ناس تانية محتاجينك إنت بالذات أكتر من دول مليون مرة زي مين؟ الغلابة أصحاب الزنوب التقيلة اللي ملهيين في ملازات الدنيا ومتاعها ونسيين أخرتهم دول اللي محتاجين واحد بغزارة علمك وقوتها ووجتك دول اللي تقبر أنت بالذات تنقذهم وترجعهم للطريق السليم وتعرفهم صحيح دينهم بس دول بقى لازم يترحلهم يا شيخ فاروق ونوصل لدول إزاي؟ أنا على قد أنا مقدرش على الناس دي يا عموالنوس مين قالك؟ بلاش التوضع اللي يودي في ستين ده يا ده؟ أنت مش مقدر إيمت نفسك يا شيخ فاروق حط إيدي في إيدك وتعالها وديك العالم هتبقى فيه نيم النموم كم واحد كان نفسه يطلع دكتور ولا مهندس ولا لحيب كورة؟ كتير، كتير قوي لكن كم واحد كان نفسه يطلع عالم؟ شيخ يفيد الناس بعينهم؟ ولا يلقى؟ مع أن هم دول النجوم اللي بجد للناس مستعدة تديهم عينهم وفلوسهم وأمراهم حدا وصلنا لعندهم من علم؟